مرحبا محاكمة المحاكمة حكينا عن محاكمة اياد الغريب وأنور رسلاء الحقيقة أنه من وجهة نظر التي تقال بدأنا بمحاكمة النظام ونحقق العدالة في سوريا هذه النقطة التي لا تسألنا قطعا قطعا هذا الموضوع لا يمت بأي صلة للعدالة في سوريا أو الثورة السورية أو قضية الشعب السوري بل بالعكس تماما بل بالعكس لماذا؟ لأنه الفكرة أنه نحن بمحاكمة هدول جرينا أجر النظام ونحن فتنا على العدالة بأجرنا الهسار وفتنا بالطريق الخطأ ونسينا أنه نحن نسيوا النظام كله ونحقوا مين ونحقوا اللي نشق عنه هذه مشكلة كبيرة لا يمكن للقضاء لم يكن يجب أن يردك لماذا الفرنسي تجنب ذلك؟ لأنه عندهم رفعة تقعدوا هناك ما عملوا كل شيء إذا كنت تحاسب واحد على شو يعمله قبل ما يجل عندك ما هيك؟ يعني على أرض تانية ما يعني في شيء بالقضاء اسمه سلطة القضاء المكانية سلطة القضاء المكانية مهمة جدا جدا ومهم جدا جدا بالقانون أنه تطبع على جميع وبالتساوي ويكون العقوبة حسب الجريمة وتتعاقب العقوبة الأشد يعني جريمة الأشد وجريمة الأقل وفيه تناسب بالجريمة فنحن إذا كان المجتمع الدولي كله يسعى لعدالة انتقالية وعدم محاسبة المجرمين في سوريا فما معنى أنه قضاء الألماني حاسب واحد ينشق عن النظام لأنه النظام عم يرتكب جرائي ما عدا خدمة للنظام فالقضاء الألماني كماكينة غبية ماكينة يعني عمياء يعني إجاء واحد طلع هكذا مادي قارنية تنطبع عليه تصجيه هيك بيعمل القاضي القاضي ما بحق له يفكر ما بحق له يفكر يعني بيعطوه صلاحيات حدودة جدا جدا صلاحيات تقديرية حدودة جدا جدا فهو ماكينة والقضاء الألماني بتعرفوا يعني مثل ماكين مثل متورل وطلق الطاعة الحديد ما عندون يعني فتطلع هيك لأ الزلماني إنه كان بمزماني بمكان إنه اعتقل ناس من الشارع وأخدوهن على السجن قاموا بالسجن تعرضوا للتعذيب يعتبروا مسؤول عن الدولة السورية جزء من الدولة هو ما بيهمه بعدها أو قبلها ما بيهمه بيهمه في حدثت هذه الجريمة ولا لا حدثت خلاص طاعة أما كونت ما بيهمه شو صار يعني يعني هاته موصف الجريمة صح عرفتو شو وين المشكلة هو موصف الجريمة صح ما شافه بحجمها الطبيعي النظام كان يشجع الناس على الدخول فيه ويحط لهم منافع ومكاسب ليفوتوا على جهزة الأمن منشان يستخدمهم في قمع الشعب نيح إذن هو هون جريمة ارتكبتها مؤسسة النظام مؤسسة النظام يعني حزب البعث قادة حزب البعث حافظ أساد صلاح جديد إلى آخر قادة السلطة هن يركبوا هذه التركيب يروح الواحد يتخرج مثلا أنا بده يتوظف يتدور على وظيفة يلاقي وظيفة يقول لك شو مدرب الرياضة أوكي بتفوت شوية 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 بحاولوك لمجرم شوية 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 بحاولوك لمرت الشيئي شوية 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 بحاولوك لراشي شوية 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 زمين الجريمة مش شخصة لضحية هذا النظام اللي عايش فيه غصما عنه بالقمع والحديد والنار ممنوع تسافر ممنوع تشتغل ممنوع تعمل كله للدول وكله برحمة الدولة وكيف ما فتلت بتلاقي الدولة طيب شو بيعمل هذا الانسان ليربي بمجتمع ما شاف غيره ولا اختاره ولا كان نظام بيمقراطي نحنا اخترناه نكون مسؤولين عنه المواطن غير مسؤول عن النظام في سوريا لازم يفهموها يعني المواطن غير مسؤول عن النظام في سوريا المواطن لا يستطيع ان يقول لا لا يستطيع حتى ان يستقيل يبينزل غصبا عن رأسه على الاحتفالات طيب اذا المواطن والموظف اصعبين ضابط الجيش اصعبين مليون مرة كفوتل واحد عن الجيش من شأن يحرر ارضه وكزا انا بعرف واحد من اهل الجولة المتفوت كانت بعد دورته تلت سنين والاخرين راحوا يحطوه ضابط توجيه سياسي يكتب تقارير برفقته الآن ما ياخدوه على الجبهة يقاتل ضابط تقرير ضابط وخدم بحما وشارك في سحق اهل حما يعني هذا اللي صار هو نفسه بذلك ما يحرر الجولان راح سحق حما طيب هذا شو بجي حمله مسؤولية يعني زلمي كان شاب راح فات على الجيش وفات على الجيش بتعرفه كانك شاطر بقى تخلص فات على الجيش والحزب اللي بده يحرر واشتغل باخلاص وإلى آخرين صلق حال وضابط توجيه سياسي يكتب تقارير برفقاته بحما بمؤسسة حسكرية تريد تسحق حما وقتل شعبه وهذا اللي صار الأباء ندقى لنطة التانية انه انت زل انتوا ما شخصتوا الجريمة بشكل الصحيح قضاء الألماني لم يشخص الجريمة بشكل الصحيح ف أساء جدا لنوعية الجريمة وانا قلت انه هي جريمة بقسم كبير منها كان طائف وهذا عيب علينا نحن نقول لأ من شأن لأنه مفي طائفية بسرعة كذب إذا ما فرجينا هذا النظام الطائفي جرائمه ما لحنا نترك الطائفية جماعة إذا أنا بقول الجريمة مو طائفية أنا ما لحنا بعمل عم بسعى لتكرارها أنا وقت بقول الجريمة الطائفية مو العاقب الطائفية العاقب المرتكب الطائفي المرتكب الطائفي وليس الطائفية لأن الطائفية ما كانت ممثلة بالنظام يعني ولا حد ما يعني هي جزء منه وهو أخذ منها واستفاد منها وإلى آخر لكن هي ما كانت هي مو هي الجابة النظام اللي جابة النظام حزب البعث معروف مو هي مؤسسة سياسية جابة نظام لحتى حكم ولا جيش الطائفية جيش النظام لكن جيش النظام لحوصيفة طائفية وهي بكونوا تفهموها وأنا ما بحسن تجاوز فوق هذه القضية لأنه أنتوا عم تغيروا معالم الجريمة يعني كمان عم ترتكبوا عم تشاركوا في هذه الجريمة بإخفاء معالمها فإنحنا دورنا مثل ما قلنا نفضح كل الخلال والفشل والسلبيات والخبايا التي لا يجب أن نسكت عنها فهذه الجريمة اللي حصلت في سوريا الجريمة ارتكبها نظام كامل إذا أنا بدي أعفي رأس النظام بدي أعفي رموز النظام وبدي أعفي ليش بدي حاسب مسؤول صغير نشق يعني إيه فالخضاء الألماني إذن لم يقترب من هذه القضية بطريقة صحيحة أو بحجمة الحقيقية أو بتوصيفها الحقيقية ولا شيء أص جزء صغير وقال طبقنا العدالي بدأ بيخوف كتير أنتوا عم تشوهوا جريمة ما تقدمونا شيء أنتوا بعكس ضريتونا ضريتونا بأنه شوهتوا معالي من جريمة وعاديين تحتفلوا وتقولوا قضينا على النظام وامر أبسؤول الأمني بالنظام ومحاكمت مسؤول لا ما حاكمتوا حدا أنتم مسؤول الأمني بالنظام أنتوا حامينه بدليل أنتوا لو بتكونوا حاكموا هذا النظام عم تكونوا سجلات حاملة كلها اشتازي اللي كانت تدير المخابرات السورية التي كانت تدير المخابرات السورية اشتازي مخابرات الألمانيا الشرعية واللي أصلا كانت هي أسلم غارا من المخابرات النازية اللي كانت أصلا هي راحت على سوريا ومصر وإن suit أسسوا المخابرات السورية والكرسي الألماني معروف إن جاءبوا محن وهذا الشخص اللي بعثوله رسالة بزمانه بسرائيلين ونفجرونه صابعه من النازية هو اللي أسس نظام الاستخبارات السورية وده لسن التسعينات لحتى ما تدفنوا حافظ حافظ السن وخبار وده اللي اسرائيلين يطالبوه فهذا الانسان هاي الناس يعني هاي الضباط انتو عملتوها المخابرات السورية وانا اشك يعني الى اليوم هناك تواصل حقيقي وتعاون حقيقي بين الاستخبارات الأنوانية والاستخبارات السورية من خلال مملوك من خلال عبد الفتاح قدسي من خلال نحن بنعرف ناس بمكتب مملوك كان يقولوا عطول في وفد ألماني رايح جايد والعند عبد الفتاح قدسي موظفين لنا يعني ناسنا موظف بالمكتب يقول بعد الثورة دلق بضفود المخابرات الألمانية رايحة جاية على هذا النظام فشو اللي بيمنع أنا ان يكون اليوم المخابرات الألمانية هي نفسها عم تتعاون مع النظام لتشويش صورة العدالة وتكون هي اللي عم ترتب هاي القضايا شو اللي بيمنع نفكر بهذه الطريقة ليش ما طلعتوا السجلات حما 43 ألف قتيل بسجلاتكم انتو اللي نشرتوها يوم نهار جدار برلين شرفوا حققوا فيها حققوا مع الضباط اللي كانوا حققوا طلعونا تقرير طلعونا تقرير عن أحداث حما كما كتب فيه سجلاتكم كما كتب فيه في سجلاتكم اذا انتو عن حقا مصري بتحبوا العدالة بتحبوا الأمور يعني ما صحيح أنا ماني شايفك أنا ماني شايفك أنا شايف أهم ضابط أمني انشق اللي هو سجلات عحمد أنور رسلان وأول واحد انشق اللي هو إياد الغريب عمد دينوهم عمد دينوهم بس ما شايفتكم عملتوا شي تاني القضية فيه سوريا قضية شعب مش قضية جريمي صغيرة تكبت بشارع لا قضية شعب كامل وشايفينه يعني 12 نص مليون إنسان اليوم مهجرين خارج سوريا والمهجرين داخل سوريا نص البقيانين والذين قتلوا لا يقل عن مليون ونص بني آدم والجرحة شي مليونين ثلاثة والبيوت اللي تدمر كيف يعني عم تنظر القضية بهذا الحجم انت بهذه الجزئية الصغيرة كيف ما مصابطة يعني ما علي شي ما علي شي عندي مليون شك أنا في القضاء الألماني وعندي مليون شك بهذه الناحية يعني كقضاء أنه انت ما عندك ولاية ما عندك قدرة تجيب المجرم الحقيقي عمد تتمارس صلاحياتك على الضحية ما صحيح يعني انت عطل بصير عندك ولاية تروح تجيب المجرم تحقق بالقضية بأبعادها كاملة ماشي الحال بقول لك حال تنشتغل أما بتقول أنت ما عندك ولاية ولايتك محدودة بشغلة صغيرة كتير كيف عارف كيف قول أنا ما حاكمت النظام قول أنا حاكمت واحد اجل عندي بالغلاط وثبت لي أنه مرتكب جريمة بحق واحد رفع عليه دعوة بالغلاط أما يجي مركز حقوق الإنسان يقول نحنا بدأنا بمحاكمة النظام لا والله لا والله أنت بدأت بعفاء النظام أنت ما بدأت من حاكمت النظام ومو هيك ما حاكمت النظام الدرجة بين شطف من فوق لتاحد نظام اللي ارتكب كيماوي والنظام الملرش ومنين أخذ الكيماوي النظام المواد الكيماوي أخذها منه وربا وطق ورصاصة لاحية لاحية الكرديل لأنه حكي بسمه بعتوله واحد هو متسبح على البحر طق ورصاصة كاملة لأنه حكي أنه فيه شركات ألمانية وهولندية وشركات والساكت عم يحكي نفس الحقيقة أنه فيه شركات عم بعدة الإيزوبروبيل لأن النظام السوري لا يصنع الكيماوي وشركات عربية ومدرمية فأنتو جماعة متورطين مع هذا النظام متورطين متكن تعفوه بأي طريقة أنتو متورطين معه ففيه شي خبيث متورطين معه استخباراتية متورطين معه بالتجارة متورطين بالصناعة طيب ليش مثلا الكزبري مثلا موجود عنكم بالنمسا هو الأخري طيب ما هو اللي عمل له مصاري لأموال أموال باس الأسد 13 مليار زبط له هو زبط له يهن هو الأخري ليه ما بتحجزوا عليه أي أموال للشعب السوري مثلا لا قاعد طبيعي ولا في شي ولا كأنه في شي يعني يعني بده يساعد الشعب السوري بده يعني يكون يعني يتوضى قبل الأبل ما يجي يساعد أو يتطهر أما بالله هيك بهذه الطريقة ما صحيح يعني ما هي زبطة ولا راكبة ولا هي منطقية ولا هي شي بعدين علاقة يعني الإيراني يعني اليوم حزب الله له ممنوع يشغال سياح نداح مثل ما بده يساوي ممنوع حدا يسأل ومنوع حدا يحاكم ممنوع حدا ليه لأنه بتحبه زردش بتحبه الفورس كانوا حلفاء كون تاريخين خلاص يعني يعني ما عليش يقولوا نحنا حلفاءنا التاريخين الفورس ونحن غير مؤهلين للنظر في قضية الشعب السوري أما تحاكمني العين إيرانية وبالمصالح إيران حليفك ولمصالح أقلية معينة حليفتك تعتبره نولادك يعني ما زبطة معينة فألمانيا غير مؤهلة غير مؤهلة سياسيا وإخلاقيا وغير والنظر في قضية الشعب السوري أي واحد في ناس هيك في ناس هيك بألمانيا بس الموجود لحق العام هذا يعني بعده عن مريكل مثلا بعده عن أما معظم التيار الشارع الشعب الألماني لم ينضج بعد لفهم القضية السورية اتنين القضاء الألماني غير صالح للنظر في قضية الشعب السوري لأنه ما بيحسن يوقف المجربي ما لولاية عليه فإذا هو ينظر في قضية صغيرة وليس قضية الشعب السوري ينظر في قضية صغيرة جدا وإشكالية إلى حد كبير أنه كان قبل ما ينشق عم يرتكب غصبا عنه بحكم وظيفته أنه يعتقر الناس بحكم وظيفته ونحن بنعرف قديش ساعد ناس ونحن من قبل السورة بنعرف قديش ساعد ونحن إن كان أنور رسلان أو إن كان على عكس كل ما يقال قديش ساعد ناس وقديش حاول يخفف من الظلم وقديش إلى آخرين في النهاية شو كان دوره وقدي كان بالإدارة وقدي كان بالتحقيق والآخرين فهم وظف سني عايب حاله يشغلوه العمال الورقية العمال الورقية هاي كله كله يعني مثل مساعد يكتب تبوض عملتوا منه قضية وعزب وقصب وحد سجان عم يضرب واحد بتقول لك شلون عم تضربه لا قال لي إذا أبي بيجي بدي يضربه وزر ما ضربته بيتبحوني قال لي أبي أبي إذا بيجي بيضربه لك ليش هاي قال لي شام تحكي أنت والله بيضربوني هو بيضربوه فلا بيحطوه بالدولاء بيشبحوه أنا بيفرموني تفريم شو عم تحكو أنتو عم تحكو مؤسسات دولة هايدي مؤسسات إرهاب أنتو صنعتو للأسف تدريب المخابرات الألمانية المخابرات السورية تدريب المخابرات المكتب التاني بينهده الخبرات النهزية اللي المخابرات الألمانية وكل شطارتها لأنها هي تلميزة المخابرات الألمانية عرفت وين النقطة اللي بدي الفهمها الشعب الألماني الشقيق الحبيب اللي لسه ما طلع من مخه النازية لسه ما طلعت من مخه للاسف يعني لسه بده كمان لسه بده كمان 30 سنة لتطلع هايدي من مخه وما عم بظلمه يعني ما عم بظلمه لأنه كان يعني قبل حرب العالمية الثانية شفته الجرائم التي اكتبت باسم الشعب الألماني من ناس ألماني هذا شيء حقيقي وصحيح يعني ما عم نعتدي على حدا 30 سنة 40 سنة غير كافية غير كافية لحتى تتغير هذه الزهنيات ويخلص المجتمع من العنصرية ويخلص من الطائفية ويخلص من الصديبية ما أخلص لسه هاي ثقافات والتالي معادية موجودة بألمانيا هلأ عم تحاولوا تحكوا إنه حقوق إنسان بس انتم ما وصلتوا للمحل الصح يعني ما وصلتوا للمحل الصح بتقضوا نفسكم ما تكون تقبلوا بتكون تضوجوا بتكون يا هذه الحقيقة سنقولها بوجهكم ومنذ خجل لأن انتم عم تحكوا عشي اسمه حقوق إنسان حقوق شعب عم تحكوا عشية اسمه عدالة فما بصير هذه أمور تتلوس برغبات أجهزة مخابرات ونزاعات عنصرية وسياسية ما بصير غير مسموح به خاصة إذا نحن الضحايا ونحن منا لال يعني لن صغار ولن شي نحن أمة طويلة عريضة تتكلم العربية وأمة طويلة عريضات تدين بالدين الإسلام ما علي شي نحكي بشي بصراحة وما أنا صغار وما أنا سوري يعني معنى سوري يعني لا عندي اتدادات العالمية والإنسانية والدينية والثقاطية والهوية أستطيع أن أدافع عن نفسي كهوية إذا أنت تطهدني كهوية يعني فكمان نحكي بها فلا أحد يعتب عليه إذا أنا عم بستخدم قوتي في الدفاع عن حقي برجع للإسلام عادي أنا بدي بلاقي الإسلام موظف في خدمة تحقيق تحقيق قضية عادلة أنا برجع للإسلام بستعمله أما أنا وقاتل لاقي الإسلام موظف في خدمة الإرهاب وفي خدمة التعصب وفي حماية الفساد أول واحد بعدي الإسلام لا هذا طبيعي يعني الإنسان يكون الإسلام إذا كان عم يشتغل بمكانه الصحيح وعم يخدم عم يخدم المسلمين وعم يخدم الإنسانية والرسالة التي برسلها الله للعالمين كافة رسالة رحمة ومحبة أهلا وسهلا هذا هو الإسلام بدنا نحنا كلنا نشتغل عليه أما إذا الإسلام يستنموه عصابي بدنا السلطة بيسرقوا بيبيعوا وبنهبوا بيشبحوا وبتركبوا أرهاب بيقول أنا ضد بعض أنا ضد استعمال الإسلام بطريقة خطر مو ضد الإسلام كذلك وضد استعمال الإسلام لتحطيم العقل أو لحرمانية العقل إسلام يجب أن يفتح العقل يعني إذا أنا إلي وجه نظر في الإسلام وليسته ضده إلي وجه نظر معين معه إذا وضده إذا هالموقف الطبيعي ف المطلوب اليوم المطلوب اليوم ما نمشي بالدعاية اللي بتقول إنه بدأنا وجرينا أجريه النظام نحن ركبنا خطأ قضائي حقيقي فيه مع عقبة المنشقين قبل التاني هذا خطأ يجب أن يعترف به من قام به مين وراء مين الشخصية الوراء مين ضباط المخابرات اللي كان وراء مين المخبرين اللي بعتوهم لبرة لحتى يشتغلوا هاي الشغلة من تعاون معهم من جهاز الاستخبارات الألمانية هن هدول اللي بدنا نسأل عنهم وبدنا نحقق فيهم لأنه في النهاية في حدا تضلل في حدا تغرر فيه في حدا فهمه إنه هاي القضية لحتجر لك النظام كله وكذا ووقفوا عندها ليك ودليل إنه ما في محاكمات تانية يعني فيها ما سمعنا عن المحكمة تانية يعني عنا عش تلاف شبيح ما سمعنا أنه حدا مثلا لحيت حاكب بكرة وبعد بكرة يعني بتجوز رحلة ثلاثة أربعة سنين اللي حكمونهم شي واحد تانية إذن وقفوا عند هاي النقطة ما هيك يعني يعني قالوا إنه من ارتكب الجرائم هو إن المنشقين وليس النظام والنظام رايح على عدالة تصالحية فكتير مؤلم هذا الكلام كتير مؤلم وأنا يعني ما اضطر إن يعبر عن هذا الألم عن هذا الألم لأنه أكتر من عشرة من أقرباء يزبحوا في سجون نظام لسان وأكتر من يعني مئات من بلدي الزبدانية زي ما قلنا ألاف من أصل 30 ألف قتلوا في براميله وإلى آخره وأكتر من ستة من رفقاتي الأطباء اللي حتقلوا وقتلوا لأنهم أطباء وسنيون للأسف يعني بس لأنه سني يعني لو كان مسيحي من أربعة فأنا آسف أقوله أرد كيف آسف أقوله وأنا ما بقبل الجريمة تتوصف الله ما بقبلها ما عليك كنت حاكمه ما بكنت حاكم ولا تحاكمه بس أنا الجريمة توصفها بغير هيك ما ما بقبل هيدا جريمة هيك نعملت هيك نعملت الجريمة هكذا صنعت في سوريا ننخلص فقط منها ننخلص إذا ما وصفنا الجريمة بشكل صحيح وعرفنا بشكلتنا بشكل صحيح ما لح نخلص شايفيني أنا ضد طائفية بس من الطائفية إنه والله كل الطواقف منها ضد الطائفية بيعدى فضح كل مساوى الطائفية كل مساوى الطائفية وضد العدالة إذا هيد إذا العدالة ما بدأت تكون شاملة وعامة وأمور طواقف ماذا وأنا مع العدالة الانتقالية لأنه في عندي أنا في عندي أنا عشرين مليون إنسان مرتكب في سوريا إذن ما قلنا أكثر عشرين مرتكب وعندي مليون إنسان مرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعني أنا إذا بدأت طبي العدالة الألمانية بعد النصف الشعب السوري بعد النصف الشعب السوري فشو عمت عملوا يعني بعد ما بعد ما أعدام يعني 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 يعاقب بالأعدام نصف الشعب السوري له السبب لا بد عن العدالة الانتقالية جرم الفساد بقصيد 20 مليون إنسان إن كان راشي أو مرتشي مين ما ارتشاب؟ مين رشاب؟ مين ما رشاب؟ مين ما مارس فساد؟ مين؟ أول ما يعني معنا ثمون نحن بدنا عدالة انتقالية بس مدروح تطبيع عدالة انتقالية على النظام وعلى المعارضة تطبيع عدالة على المشقين تطبيع عدالة في هذا السؤال يعني عيب يعني لا أحد يحكي ويعمل ليها بطولات حققنا وحققنا هاي دي وصمة عار في جبيل السورة السورية يتبع